رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب الكتائب اللبناني مروان عبد الله أهلا بك يعني حزب القوات اللبنانية الكتائب غيرها من الجماعات والأحزاب السياسية اللبنانية كيف يمكن أن تفرض رأيها؟ يعني هل بلغهم شيء رسمي في اعتقادك أن حزب الله فعلا لن يدخل في انتخابات رأسية إلا إذا وقف القتال في الجنوب أم عنده استعداد ولكن بشروط يعني هل أغلق باب أن نحن ممكن نكون أمام سيناريو انتخابات لسد هذا الشغور الرئاسي؟ شكرا سيدي العزيز على الاستضافة نحن كحزب سياسي سقفنا هو الدولة اللبنانية والدستورة اللبنانية أي إطار وأي سعي وأي خطوة بتصير ضمن الدستورة اللبنانية والقوانين اللبنانية نحن مشي فيها وبالتالي اليوم الكلام عن انتخابات رأسة الجمهورية وعن مرونة طرف آخر هذا يجب أن يقابل بالأفعال الأفعال هي اليوم بيئيد رئيس مجلس النواب اللبناني الذي هو بيئيده أن يدعي لجلسة لانتخابات رأسة الجمهورية اليوم قبل الغد وعلى الجلسة ساعة الكتال النيابية اللي بتشكل المجلس النياب اللبناني شغلتها أن تحضر هذه الجلسة ويتم انتخاب رئيس حسب القوانين المرعية والأصول الدستورية اللبنانية أول دورة بيكون بأكتريات السلسان والدورات الأخرى بتكون بأكتريات نص زاد واحد أي كلام خارج هذا الإطار هو كلام هو اجتهادات نحن مش ضمن سقفنا سقفنا هو متما قلت لك الدستور اللبناني والدولة اللبنانية ومؤسسات الدولة اللبنانية يعني هل تصريح القوات اللبنانية هو معلومة يعني أنه حزب الله أبلغهم فعلا أنه لن تكون هناك انتخابات رئاسية إلا إذا انتهت انتهى هذا العدوان على لبنان أم هو وجهة نظر يعني إذا كان قد بلغهم ذلك رسميا مثلا يعني فلا يجب نقاشه لأنه لن يتغير خصوصا بعد زيارة وزير خارجي الإيران اليوم للصراحة نحن معنا اطلاع على اتصالات إذا صارت بين الكوات اللبنانية وحزب الله ولكن أنا عم بقول لك على الموقف اللي موجود هلأ بالأعلام والموقف الرسمي اللي عم بقولوه الأطراف جميعا ونحن بالنسبة لنا اللي بيمثل رأي السناء اليوم الشيعي بالمجلس النيابي هو رئيس المجلس النيابي برجع بعيد إذا فيه إرادة للمضيق أضمن بهذه الخطوة الخطوة الأولى تتم بدعوة المجلس النيابي وساعتها على الكتل النيابي هي أنه تتوافق بين بعضها بغض النظر عن دعوات للحوار والتوافق وإلى ما هنالك وساعتها مروح على مجلس النيابي ومنتخب رئيس هل سمعتوا شيء من نبيه برري؟ يعني هل الموضوع في قد رئيس البرلمان سيد نبيه برري وهو على تواصل حقيقي مع حزب الله وبالتالي إن الرجل فتح لكم البرلمان كما تقلون أكيد هتكون هناك موافقة إن لم يفتح فأكيد هناك رفض من حزب الله يعني هل تواصلتم؟ هل في معلومة يمكن أن نحسن بها هذا النقاش مثلا في الداخل اللبناني؟ نحن آخر تواصل صار أو مبادرة اللقائية اللي نعمل بيه عند رئيس المجلس بينه وبين رئيس مجلس الوزراء والوزير السائب سابق ولي جملات ومنه طلع مبادرة أنه الالتزام بالقرارة الولية ووقف إطلاق النار والشروع بمسار رئاسي هذا هو التواصل الوحيد نحن ما كعنا تواصل مباشر مع رئيس المجلس وبالتالي بس نقلنا نحن اللي عم نحكم عليه هو المواقف اللي عم تصدر عن رئيس المجلس بأحديثه الصحفية اللي عم بيقول أنه هو بحاجة لأكترية ثلاثين وهو بحاجة لأنه الكتل تتوافق على رئيس سيفتح المجلس ويعطونا أسمان أو ثلاث أسامة هذه كلها بنرجع من عيد بعدنا بالقطر الخارج عن الدستور نحن اليوم موقفنا واضح ونرجع من كرر ونرجع من عيد وبغض النظر على شو عم بيصير بالمعرك لأنه اليوم الحرب ونحن عنا موضوع الحرب وشو لازم يصير ولكن بالمسار الرئاسي المسار واضح وكل الاجتهادات أخرى منا بحاجة لألها ونطلب من جميع الأفريقاء السياسين ولسيما السناء أنه اليوم يكون أد المسؤولية وأد أهمية أبقى معي أستاذ مروان سأعود إليك مرة أخرى لكن لدينا عواجل في صافرات اندار تدوي في ساعة ساعة المستوطنات وبعض المستوطنات في الجليل الغربي وصاروخ سقط على كريات شمونة من هذه صواريخ حزب الله التي تطلق من الجنوب فتصل إلى مستوطنات شمال الإسرائيل من حيفة الصحفية هبة بصالحة هبة ما يصلك في كريات شمونة وساعة ساعة وبعض المستوطنات الأخرى يعني في أقل من نصف ساعة سبع رشقات صاروخية باتجاه الجليل الأعلى باتجاه إصبع الجليل مع سقوط لصواريخ بمنطقة كريات شمونة وأيضا في المطلة التي يقول رئيس بلديتها إن خمسين بالمئة من المنازل بالمطلة دمرت بشكل كامل إضافة إلى تدمير أجزاء منها نتيجة إطلاق الرشقات الصاروخية باتجاه هذه المنطقة أيضا كانت رشقة صاروخية باتجاه مدينة الصفد بالجليل الأعلى ولطالما كان حزب الله يستهدف هذه المدينة منذ أيضا أسبوعين أو أكثر يتم استهداف مدينة صفد بشكل يومي أيضا مع أن باء عن سقوط لصواريخ بمنطقة روشبينة القريبة من مدينة صفد نتحدث عن سبع رشقات صاروخية في أقل من نصف ساعة في دوء التطورات الرشقات الصاروخية منذ ساعات الصباح حتى الآن يمكن أن نقول أنها لم تهدأ نتحدث عن أكثر من مئتي صاروخ حتى الآن تم إطلاقه باتجاه المناطق الشمالية في إسرائيل طيب لفت نظرنا كريات شمونة كريات شمونة من المستوطنات الشمال الهبة التي نزحة وهرب ساكنوها وبالتالي تكاد تكون أو تشبه أنها خالية يعني كريات شمونة وغيرها من المستوطنات الأخرى هل بقي سكان في هذه المستوطنات هنا أشير إلى أمر مهم أنها هي ضمن البلدات التي أضيفت مؤخرا في إطار المناطق العسكرية المغلقة في إطار تنفيذ العمليات البرية للجيش الإسرائيلي تمركز الجيش الإسرائيلي بهذه المنطقة في كريات شمونة مرورا بكفارق العادي وصولا إلى مزقاف عام التي تعتبر بوابة لدخول الجيش الإسرائيلي باتجاه العديسة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان نتحدث عن تمركز الجيش الإسرائيلي بتلك المنطقة بطبيعة الحال كان هناك يتواجد بهذه المنطقة بعد إخلائها قلة من الإسرائيليين ولكن تكون هناك تعليمات للجبهة الداخلية في إطار من تواجده ولكن لن نتحدث عن أنها منطقة عسكرية مغلقة يمنع دخول المدنيين في إطار تواجد مكثف للقوات الإسرائيلية التي تعمل في إطار العملية البرية هباب كنت معنا من ساعتين وكنا نتحدث معك في نفس التوقيت استهدفت مستوطنة سعسع بصواريخ حزب الله وأخبر عن قتل من الجانب الإسرائيلي في هذه المستوطنات هل صدرت أي معلومات نتيجة هذه الاستهدافات والآن هناك استهداف ونحن نتحدث معك إلى سعسع مرة أخرى هذه المستوطنة الإسرائيلية صواريخ حزب الله تصل إلى هذه الملاطق نعم هي منطقة سعسع هي قريبة من دوفيفو أفيفيم بالجليل الغربي وهي أيضا في إطار تواجد الجيش الإسرائيلي في إطار العمليات البرية يتأخر عادة الجيش الإسرائيلي في إصدار تحديثات لبياناته يشير إلى مقتل جنود أو إصابة لجنود ربما في الساعات القادمة يتحدث عن إذا ما كان هناك إصابة للجنود نتحدث عن مقتل جنديين اثنين كانت نتيجة مسيرة اخترقت الأجوال الإسرائيلية من العراق يوم الخميس واليوم أقر الجيش الإسرائيلي بمقتل جنديين عادة ما يتأخر في الحديث عن عدد الإصابات البشرية ولكن ما نؤكده أن ما تنقل وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي في إطار العمليات البرية يخود معارك وصفت بأنها صعبة وضارية نتيجة أيضا تفخيخ المناطق الحدودية وعمل كماء للجيش الإسرائيلي بالإضافة إلى استهدافهم من قبل عناصر حزب الله بقذائف الهون وقذائف الار بي جي وصواريخ مضادة للدروع بالإضافة إلى ما قاله الجيش الإسرائيلي أنه يواجه مقاتلين من وسافة سفر أيضا بالرشاشة هبا مصالحة من حيفا هبا شكرا جزيلا لك يعود لضيفي مروان عبدالله رئيس جهاز العلقات الخارجية في حزب الكتائب اللبناني وستاذ مروان أهلا بك بعض التصريحات حتى التي تظهر على شاشتنا تقول أنه البيت الأبيض الأمريكيون يعتبرون ما يحدث في لبنان هو كسر ذلك الجمود في المتعلق بانتخاب رئيس هم من منظورهم يقولون وعسى أن تكرهوا شيء بمعنى هناك حرب هناك إبادات هناك تجاوزات في حق اللبنانيين لكن هذا الحدث قد يكون كسر الجمود لسد الشغور الرئاسي في لبنان كيف يمكن جعل ذلك ممكنا يعني كنا نتمنى أنه كسر الجمود ما يكون على حياة الأبرياء اللبنانيين ومئات القتلى من المدنيين ومليون ومئتين ألف مهجر ودمار هائل بمليارات الدولارات كنا نتمنى أنه كسر الجمود يكون بالمسار السياسي الذي طالب فيه حزب الكاتيب وأفريقاء المعارضة جميعا منذ شغور الكرسي الرئاسي في لبنان وكنا نحن نطالب دايما بالعودة للدستور واتباع القطر الدستورية الأمريكيين وأصدقاء لبنان من الدول اللي جربت عبر اللجنة الخماسية مبادرات معينة لانتخابات الرئاسية في لبنان كلها بات بالفشل لأنه هذه الدول وهنا نحن نحمل مسؤولية لهذه الدول أنه ما مشيت باعتراف الدستور اللبناني كسقف لأي خطوة رئاسية كان السقف دائما هو الأقوى الأقوى على الأرض كان حزب الله وبطبيعة حال حلفائه بالمجلس النيابي اللبناني هن كانوا عم بحطوا من خارج الدستور ومن خارج الأعراف اللبنانية وكان بدهم يفرضوا أعراف جديدة على الشعب اللبناني بكوة السلاح ومش بكوة الدستور والقانون للأسف اليوم بعد هذا الدمار والقتل عم نقول في كسر جمود إذا هذا الشيء نحن منقدر نراقي حل للبنان حل سياسي نهائي ما يعود الشعب اللبناني تحت رحمة السلاح وتحت رحمة السيطرة الخارجية على أرار والسياسة وأرار الحرب والسلم نحن مستعدين نتحمل هيد النتائج ولكن على شرط أنه يكون ما بعد هيد الحرب يلي عم بتصير ببلدنا أفضل بكثير مما قبل ونرجع للخيارات السياسية المسمية على الطريقة اللبنانية يلي حكمت لبنان عشرات السنين بحاجة نحن لطريقة جديدة بإدارة البلد بعد عن كل الأفكار اللي كانت تطلع من خلج أقلون واضح بعض التصرحات لمسؤولين أمريكيين واضح أنه كان في نقاش بين هوكشتين وميقاتي وأنه هوكشتين أبلغ ميقاتي أن مقترح الحل الدبلوماسي لم يعد مطروحا للنقاش حاليا يعني فكرة ما كان يطرحه هوكشتين لحزب الله بأنه يمكن أن لا يتم التصعيد إذا كان هناك حل دبلوماسي والحل الدبلوماسي هو تطبيق قرار 17-01 أن ينسحب الحزب الله في المنطقة المحددة لها في الليطاني والإسرائيل ينسحبه في الجانب الآخر نحن الآن ضمن هذه التصرحات هذا الحل ليس موجودا الحل الدبلوماسي والسلمي ليس موجودا المسؤولون أيضا يصرحون لأكسيوس أنه مقاتي أبلغ هوكشتين برغبته في تنفيذ الخطة الأمريكية للحل وهذا تم الرد عليه بأنه الحل الدبلوماسي ليس موجود الآن في إطار وقف القتال شيء الآخر وهذا سؤال سوز مروان أطرحه عليك بأنه انتخاب الرئيس هو أولوية لوقف القتال والعدوان على لبنان يعني فإن لم يكن هناك رئيس لن يقف هذا العدوان على لبنان ضمن هذه التصرحات هنا كيف يمكن أن يتصرف اللبنانيون يعني ماذا يمكن أن تفعل القوى السياسية اللبنانية هل ستبقى دائما هي متلقية أم يمكن أن تكون فاعلة حقيقية في إطار الإنجاز والدخول إلى البرلمان وانتخاب الرئيس عظيم ياللي ذكرته آخر جملة ذكرته هي الأساس اليوم السلطة العليا في لبنان هي المجلس النياب اللبناني بغياب رئيس جمهورية وبالتالي المطلوب المجلس النياب اللبناني يشترع عن يوم ماذا لو لأنه لم يفعل لن يفتح لكم باب البرلمان يعني هو لإلى متى يتظل القوى السياسية اللبنانية تنتظر تجلس على كرسيها تنتظر ما يفعله السيد نبيه بري يفتح لهم باب البرلمان يدخلوا ينتخبوا رئيس أم يفضل غالق باب البرلمان وفي يده المفتاح نحنا مش منتظرين ولكن برجع بعيد شو الحل أنه ننزل نحنا على الشارع ونحمل سلاح ونرجع نعمل أزمة أمنية وسياسية بلبنان أخرى لا نحنا ما بدنا نعمل هذا الشي اليوم المطلوب هو كل واحد تحمل مسؤوليته المجلس نيابي يعلن يعمل جلسة ويعلن المجلس نيابي وقف اطلاق النار والالتزام بالقرارات الدولية 1701 أول ونحنا كمان من طالب بال557 وارسال الجيش إلى الجنوب فورا وتدعيم قواته وقوات اليونيفل بدعم دوله هيدا الشي بده يكون الدولة اللبنانية عم تعمل والدولة اللبنية عم تلتزم فيه وهون بيكون مسؤولية رئيس المجلس نيابي بأنه يحكي مع حليف وحزب الله التزام بهيدا الشي ليخفف ليوقف الخسائر اللي عم يتكبدها وبالتالي يخفف الخسائر اللي عم يتكبدها لبنان أي حل آخر بإطار غير غير سلمي نحنا ما لنا مستعدين نزيد أي مشاكل باللبنان اليوم نحنا الخيار الوحيد طبعا هو الدولة والمؤسسات رح نضل نضغط نحنا وحلفائنا بالمعارضة الشعب اللبناني العام اللبناني المجتمع الدولي وأصدقاء لبنان كلنا بدنا نضل نضغط على نفس التوجه لأنها جعل الدولة اللبنانية تسلم زمام الأمور اليوم بما يختص الحرب ووقف اطلاق النار بلبنان وبالتالي الشروع الالتزام بالأرانات دولية وإرسال الجيش إلى الجنوب هو يكون الوحيد المسيطر على الأرض بكل لبنان مش بس بجنوب لبنان ومنرجع بعدنا على موضوع لأس الجمهورية من انتخاب رئيس وإذا بتصير مع بعضها مش مشكل ولكن انتخاب رئيس كشرت لوفقت لأنار هيدا شي عم نوصل اللبنانية عم نطلب اللبنانيين انتحار جماعي وعم عم نقر بقوة السلاح كهي الحكمة مصير اللبناني وهذا الشي نحن نرفضه لأننا أبناء دولة وأبناء مؤسسات سوز مروان هل الأسماء اللي كانت مطروحة سابقا لأن تحل أزمة أو الانتخاب أو أن تكون موجودة كرئيس يصلح أنها تبقى مطروحة أيضا بعد هذا الحرب الإسرائيلية على لبنان أم أنك تتوقع أن يكون هناك أسماء جدد تلائم الحالة وما يكونش مرشح مستفز كل ما سمعناه الأحتكام أول شي المشكلة في لبنان ليس الأسماء المشكلة في لبنان ما هو الدور الرئيس اللي بده يجي شو المهمة طبعه بالنسبة لألنا مهمة الرئيس هي مهمة إنقاذية أول شي مهمة نرجع نعيد أعمار البلد وإعادة علاقات لبنان مع الدول الخارجية وأصدقاء لبنان والشروع بورشة سياسية لنتفيدة أي مشاكل بالمستقبل بترجع بالضربة لبنان واللبنانيين اسم الرئيس ومن أي طرف هيدا الشي سانوي مهمة الرئيس وشو جاي يعمل وقدر يجيب أسواد مجلس نيابي ودعم ملكات النيابية هيدا الأهم لعبة الأسماء هي زر الرماد بالعيون تنباعد عن المشكلة الأساسية اللي هو انتخاب رئيس ونعمل مهمة إنقاذية ونمشي بالبلد حسب الأنون ودسك أستاذ مروان عبدالله أنا بشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا